رفضاء البيضاء فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا أمر الثلاث سنوات للخيل التي لم تربح في الشوطن الثاني على مسافة 1600 متر ومقدار الجائزة 54 ألف ريال على جائزة فالح من مجلاد الفوجح السبعي رحمه الله حد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور الله وبإذن الله تعالى الملك عبد العزيز من عبد الرحمن طيب الله وكما تشاهدون جينار ووحشي جينار في المقدمة تتقدم على وحشي المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط مع محاولات من البقية كذلك للابتعاد عن هذه الفئة الخيل التي لم تربح المنتجة محليا الجياد والأفراس عمر الثلاث سنوات واجينار لمحمد راشد صالح البيض بقيادة روبرتو بيريز تتقدم الآن على وحشي لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيادة أبد الجاين وحشي يحاول المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط بعد تحقيق المركز الثاني في الحفل الخامس والثلاثين يحاول في هذا الشوط وهذا المساء أن يحقق المركز الأول ويتقدم نحاول أيضا أن نشاهد البقية أشاهد البقية تحاول كذلك أن تفعل شيء ولا زال جينار تتقدم مع الخط المستقيم والدخول يأتي الآن لوحشي المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط وحشي المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز يتقدم بفارق كبير عن البقية ابن لاهوم ابن لاهوم المرشح يتقدم ابن لاهوم يحقق المركز الأول الوحشي ويحقق أيضا الانتصار الأول له وبالتالي يبتع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر